اشتركوا في القناة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت مساء يوم أمس بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية حيث أجرت اللجنة المنظمة قرعة لتحديد هوية البطل بعد انحصارها بين البحرين والسعودية لتبتسم القرعة لمنتخبنا بعد تعدله في النقاط مع شقيقه السعودي برصيد أربع نقاط ليحافظ الأحمر على اللقب الذي أحرزه في النسخة الأولى من الدورة اهلا الدورية المحلية حيث حقق فريق المحرق فوزه الأول مع انطلاق منافسات الجولة الأولى لدورية الدرجة الأولى لكرة القدمة وذلك بعد فوزه على الملكية بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي يقيمت على استادي مدينة خليفة الرياضية أهداف المحرق جاءت عبر ثنائية للعب العراقي مصطفى كريم وثنائية أخرى للعب اسماعيل عبداللطيف ليحقق بذلك حمل لقب النسخة الماضية نقاطه الثلاثة الأولى في المسابقة من جانبه خطف فريق الأهل فوزا عريضا خلال ظهوره الأول أمام المنام بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي يقيمت بين الفريقين على استادي البحرين الوطنية وذلك بعد غياب ثلاثة مواسم متتالية عن دور الأضواء هاني البدراني سجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الحادية عشر بعدها أضاف المحترفة البرازيلي ديوغو الهدف الثاني للفريق الأصفر وقبل نهاية اللقاء بتسع دقائق أحرز كلايترون الهدف الثالث للأهلي يحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره في لقاء آخر دشن البساتين مشواره في الدوري بالفوز على فريق سترة بهدفين مقابل هدفه المدافع البرازيلي لويس تتحباب تسجيل البساتين عند الدقيقة الحادية والثلاثين قبل أن يضعف زميله مشتب غلوم النتيجة للبساتين عند الدقيقة الحادية والأربعين فيما جاء هدف سترة الوحيد عن طريق اللعب سعيد منصور في الدقيقة الثامنة والخمسين تعود براثانة للشعار الأحمر تمرير خطيرة داخل منطقة الجزاء وفرصة التقليل وعلى استاد مدينة خليفة الرياضية سيطر التعادل السلبي على لقاء الحال والحد حامل لقب كأس جلالة الملك المفدى وكأس السوبر في مباراة جاءت متوسطة من الناحية الفنجان وبهذا التعادل حصل كلا الفريقين على نقطة واحدة في بداية المشور